رح نتعرف سوى على مارين هالصبية اللي بتضج بالحياة تعرفت فجأة بعمر 22 سنة انا مصابة بمرض التصلب الويحي لحد اليوم ما في علاج شافية تماما لها المرض بس مارين منهارت بالعكس قررت تتعلم انه تتعيش مع هالدخيل على حياتها وقامت بتحدي مجنون وقررت تسافر لوحدة برحلة حول العالم لاكتشاف الآخر واكتشاف ذاتها طفولتها كانت عادية خلقت مارين بضواحي باريس سنة 1993 وكبرت وسط عائلتها المؤلفة من امه وباية واختها وبعمر الخمس سنين عاشت مارين قلم انفصال اهل عن بعضهم لكنها تجربة قوتها ونمت عند الفضول لاكتشاف كل شي عم بيصير حولها بعمر الواحدة وعشرين سنين انتقلت مارين لمرسيليا لتكمل دراستها بأحدى كليات التجارة هالصبية اللي بتتنتعب بديناميكية فريدة بروح القيادة والانفتاح انضمت للنشاطات الاجتماعية والرياضية بكليتها تحت شمس البحر المتوسط مع اصحابها ومع انشغيلها بدراستها عاشت مارين بفرح وبلاهمه بنيسان الـ 2015 بيتم تشخيص المرض قالت لي طبيبة الدماغ والجهاز العصبي فورا وبلا اي مؤدمات انت يا مارين مصابة بمرض التصلب اللويحي عرفت شو هو المرض اكيد الكلب يعرف اسمه بس يمكن ما بيعرف شو هو ما بعرف ابدا شو يعني رجعت عدد الاسم ثلاث مرات تقريبا براسة تصلب اللويحي تفهم شو يعني ساعاتها تذكرت مقابلة شفت على الانترنت عن شخص مصاب بهالمرض بس وضعه كتير مأساوي كان مشلول كان اعمى حتى فائد حسة اللمس وقتها صرت اقول لحالي اكيد هيدا فيلم انا عم بحضر فيلم وصرت اقول هيدا شي بسيب الاخرين مش نحنا بالعكس نحنا لازم نستفيد من الحياة طالما صحتنا منيحة فلما تذكرت الفيلم قلت مش معقول صير انا مصابة بهالمرض هيدا خفت اوصل لوضع كون معوقة مشلولة كليا مثل الشخص اللي شفته بالمقابلة فعلا خفت كتير رح تبقى تخبرين بتفاصيل كيف اكتشفت مرضك اكتشفت المرض وقت كنت عم قوم بالتحدي المفضل عندي Challenge Acrecom وهو حدث رياضي بضم خمس كليات للتجارة بفرنسا انا بشخصيتي بحب التحدي شخصية كتير من دفعة وبروح للاخر مبين انك بتروحي للاخر بالواقع باليوم التاني من هالنشاط منحضر اغاني وبيكون الجو كتير حلو بلحظة من اللحظات بطلت شوف اصحابي وهني حدي على الجنبين وصرحق للنظر يصغر عندي من الميلتان فمعت اقشعت شي وصرت اقول لي حالي غريب يمكن السبب الرسوم على وجه وبأول ردة فاعل قلت يمكن عملت حساسية من الرسومات بس خلال النهار وبما انو كنا عم نصرخ ونغني صار يجعني راسي فقلت يمكن هيدا السرع وهلا ابروء بعد شوي بتذكر اني صرت روح عند اصحابي اللي كانوا حدي واسألهم اطلب منهم يشوفولي اذا في شي بعيني كنت مهتمة بالموضوع عم بسألت شوف انو فعلا ما في شي وهن يطمنوني ويقولوا ما تخافي هيدا من التلوين ربحنا وكنت كتير مبسوطة بس نحن وعم نستلم الجايزة ما قدرت شوف الكاس بكامله شفت نصه ومن شغل بالك اكتر بلع توترت شوي لانو غسلت وجه وشلت التلوين عن عيوني وكمان ما تغير شي فقلت لحالي خليني انتر يومين ثلاثة اكيد رح يخف وجع راسي وبشوف يمكن بكرة قومة منيحة تاني يوم وعيت من النوم واكتشفت انو حالتي صارت اسوأ اسوأ بكتير فقلت خلص رح رح شوف طبيب متخصص بالعين ممكن يوصف لي قطرة ويمشي الحال فلما شفتني طبيبة العيون قالت لي حالتك ما الاعلاقة بالمرة بالنظر انا ما فيه اعملك شي لازم تتوجهي عالطوارئ استغربت وشو حصيتي ساعتها قلت اوكي رح يمشي الحال لازم اطبط اعصابي ورح تمرق الشغلة ما لازم اعمل منها دراما رح تتصلح الامور ببساطة لكن بس فحصني طبيب الاعصاب قال لي اذا بتريدي رحي على بيتك جيبي غرادك غرادك افوكي لمدة اسبوع هون قلت لحظة انا جاي بخصوص الحساسية لقيت حالي بالطوارئ وعم تقولولي لازم ارجع عالبيت كرميل جيبي غرادك غرادك افوني اسبوع مستشفى ليش كيف هيك شو صارت حب مارين للحياة رح يخضع لا اختبار كبير فخلال وجوده بالمستشفى اجريت الى فحوصات عديدة وصور انين مغناطيسي بالاضافة لصور اشعة ومعينات كتيره بنهاية لقيت مارين حالة مسمرة بتاختها المصل بايده وبدون اي تشخيص واضح لمرضه وهون حصت ان حييتها مهددة اخيرا وصلت طبيبة الاعصاب يلي كنت نطرتها وقاعدت حدي وحطت عويناتها وصارت تتصفح الوراق اللي معه وفجأة قالت لي انت مصابة يا مارين بتصلوا باللوايحة بس ما تخافي في كتير علاجات ممكنة وقت جربت اعمل مقاربة لها المرض قالت شو بدي اعمل شو رح يصير بحياتي رح تتغير حياتي كليا ما رح ارجع متل ما كنت ومنها اليوم ما عدت شفت طبيبة الاعصاب تركت المستشفى من بعد ما تحسنت شوي من بعد ما استعدت نظري مزبوط وقررت عائلتي تاخد وقتها لنعرف شو العمل طيب قدام كلها تشوش كيف تصرفتي ما تاخدي العلاج هلا اسمعي قلبك ما تاخدي الدواء اذا مانك جاهزة نسي جانب الراحة النفسية اللي بيقدملك ياها العلاج وفكري انت شو بديك وشو كانت النتيجة؟ خبرينا اكتر النتيجة كانت انه انا ظهرت شخيص مراضي بشهر نيسان وكان عندي استاج بيبلش بشهر تموز عدد كبير من الاطباء اللي شفتن قالولي انه لازم ارتاح واخد وقته بس انا فعليا كفيت استاج وقلت لا ما رح اسمع لن كنت بحالة رافض لوضعي وما كنت عم بتقبل هالشي براسي كنت عم بسمع بعقلي مش بقلبي قررت مارين ما تغير شي بحياته لبل كملت استاج وهي مقتنعة انها رح تفكر بشي تاني ورح تنسى ومثل العادة ما بتوفر ولا جهد عندها ورجعت قوم بنشاطات كبيرة خلتها تحت ضغط نفسي قوي وبعد كم شهر تمكن المرض منها بس هالمرة فقدت البصر كليا بها اللحظة اصبت بصدمة مرة تانية عم بفقود نظري وقتا يقولولك انك مصابة بمرض هالشي مفترض يهبط لك من عزيمتك انت بالعكس قررت تقوم برحلة حول العالم لعدة اشهر زرت خلالها ثلاث بلدين مثل نيوزيلندا لا تختبر جسمك لا تمشي نعم لانفصل عن كل شيء له علاقة بالتفكير ما اعمل شيء الا المشي وما فكر الا بأوجاع العضلات وبعد في شيء ما قلته انه المرحلة التانية بعد التشخيص حالة من الهزيان والهزيان بهالمرض منحس فيه فعليا بيقول شو قصديك هيدا مرض بيبلش بتشنجات وتنميل انا بالاول كنت بس ينمي الجسمة اركض بدون مواقف قول ما بدي افقد رجليه يلا رح انجح وفعليا ما كنت قدراني فرق بين الهجمات وبين جسمي اللي عم يعطيني ايشاره تاني بلد البلد التاني هو بورما بالنسبة الي هالبلد عنده ناحية كبيرة من الصفاء وكنت كتير مهتمة ان اكتشف هالبلد اللي عاش بظل ديكتاتورية رهيبة لكن لجأ للتأمل حتى صار بصلب اقتصاده البلد الاول للجسد والتاني هو للفكر والتالت للروح هو مونغوليا بلد التالت للروح هو مونغوليا هيدا بلد كتير قريب من الطبيعة بالنسبة الي كان نقطة التقاء الجسد والروح يعني كان هو افضل طريقة حتى اختم فيها سفرته وعطيت اسم له المشروع تسميتو سيبير ايرو متل سكليروز ان بلاك اس او پ او ار وبعدين ايرو يعني سيبير مش سوبر ايرو سيبير ايرو ايه صح مارين ما بقى بدأت أحلم بحياتها بالعكس بدأت حقق حلم حياتها فقررت أن تطلب المساعدة وأطلقت حملة عبر الإنترنت لتمول مشروع الطموح قدرت بأسابيع قليلة وبفضل المؤربين منها أن تجمع أكثر من 13 ألف يورو وب27 كنونة تاني 2016 ودعت مارين صديقة ماكس وسيفرت لنيوزيلندا لحتى تحقق حلمها بقيت مارين تلتشهر بنيوزيلندا لتقوم بمغامرة بتوضع من خلال جسمها تحت الاختبار وسط طبيعة برية مش سهل التواجد فيها فاشتازت 6,696 كم واحدة مع شنططة على ظهرها بالواقع قررت خلال رحلتي عن نيوزيلندا اتنقل بالأوتوستوب لأن ها الطريقة اللي أكتر شي تروقني وتخليني يسيطر على التوتر اللي بداخلي ها التوتر يلي هو دفعني تقوم بالمغامرة الأوتوستوب كان بالنسبة إلي المجهول طريقة للتأقلم لأوي سأتي واستمع لحالك ولقاءات الحلوة عم فاكر بالشخص اللي تلاقيت فيه وما كنت بتعرفيه بوقتها طلعت معه بالسيارة خبريني شو صار بالحقيقة وقفتلي سيارة جيب وطلعت وانطلقنا وعالطريق بلشنا نحكي وبنص الحديث انتبهت انه سيارته كلها اوتوماتيك قلت له ليش هيك شو صار لك ليش سيارتك هيك قل لي انا عندي تصلب لو ويحي بس بعدني عم بيشتغل بمزرعتك ما كانت القصة هيني علي بس ماشي الحال ما عرفت شو بدي قلله بس ضربت كفي بيكفي وقلت له صرنا اتنين فعلا هيك كانت ردت فعلي فجأة انا قدم شخص عم بيقلي عندي تصلب معقول عن جد وانا كمان بعدين بس وصلني الصورة الوحيدة اللي بقيت براسي انا وعم بظهر انه انا وعم بيخد شنطة من صندوق السيارة انتبهت على شي ما شفته بالأول حد الشنطة في كرستن قاله فقلت لحظتها اف ما بعرف اذا في كتير ناس بيجعوا راسهم هالفكرة وهي انهم يعطوا اسم جديد لهيدا المرض تماما هيدا شي ما نهيين ابدا صحيح شو اسم مرضك اليوم انا سميته روز تعبت اسمع كلمة سكليروز وانا كنت عم بحاول اتعايش مع مرضي عم بحاول اتقبله مع المرض مع المرض عم بتعايش مع مرضي عم بتعلم اتقبله بس نتقبل المرض بصير اسهل نعيش معه ولهيك سميته روز وليها تسمية تقبلت النتائج بايجابية تماما صدقني وقتا ننضيف لمسة الجمال على البشاعة منخفف من وطقتها وانا كنت عم بتعلم عم بتعلم اسقي روزي من عرق انا وعم بمشي كنت عم جرب شيل الاعشاب المضرة حول هالوردة وكل واحد منا عنده اعشاب مضرة بقلبه بجسمه قرر تشيل كل شي مضر حتى هالوردة تكبر صحيح الوردة عندها اشواك بس بالنتيجة الوردة حلوة هالوردة اشتازت لمحيط الهند ووصلت عبورمة من بعد جسمها انطلقت مارين للبحث عن فكرة من خلال تعرفها على حضارة قديمة بقلب معبد بوذي خلصت رحلة مارين على حدود السهل على ظهر الخيل حيث التأت بقبيلة ستان وتعلمت منهم الانفتاح على الآخر وعلى الأرض وتعرفت هناك على جوهر الحياة وانفصلت تماما عن المرض وبلشت الطوع تدريجيا الشي المهم اللي صار انت اقلمت مع المرض شوي شوي بالأول كان في معي دايما شنطة صغيرة للطوارئ وبداخلها علاج عطاني الطبيب في حال صبطني هجمة وكان لازم روح على المستشفى لان ما فيه اخده واحدة صحيح بالأول كانت شنطة الدواء هي الشغلة اللي احميها اكتر شي داخل حقيبتي بس مع مرور الوقت خلال السفر ما عد إلى وجود ابدا هالشنطة صغيرة اللي رفقتني نسيتها كليا الخوف معاد موجود احيانا الناس بيسألوني كنت تخافي بس الخوف زال نهائيا هيدا المرض علمني بعد هالرحلة كل شي معقول بالحياة هيدا البنت الصغيرة هيدا انت نعم صحيح اذا انت اليوم كإنسان راشد بدك تقوليلا شي لهالبنت الصغيرة البصورة انت اللي بتعرفي نهاية القصة شو ممكن تقوليلا بقلها شغلة وحدة ما تخافي ما تخافي وخلي سيئتك دايما كبيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة